بسم الله اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد. ازايكم عاملين ايه? النهاردة هعمل معكم فيديو جميل جدا. نجمع في كل حاجة العيد من كحك البتيفور لبسكوت. كله في فيديو واحد. انا نزلتهم لكم على القناة بس انا جمعتهم في فيديو واحد للي حد تشاركهم على صفحتها. هيبقوا موجودين عندها على طول وكل طريقة احسن من التانية. كان البسكوت ولا الكحك ولا البتيفور. احنا هنبدأ بالبتيفور يلا كده نبدأ ونسمي له. اه اول حاجة عندي تمنمية جرام من الزبدة بحرارة الغرفة اه تطلعها من قبلها من الفريزر. تطلعها من قبلها بيومين ولا حاجة كده وخطيها في المطبخ. حطيت عليهم رشة ملح وتلتمية وعشرين جرام من السكر البودر. وهنضربهم كده بالمضرب الكهربائي. ولو ما عندكيش مضرب كهربائي اه اضربهم بايديك عادي كده وبس هياخدوا منك ايه وقت شوي. احنا عاوزين نوصل بالزبدة والسكر كده لخليط كريمي. حطينا رشة ملح وحطينا تلتمية وعشرين سكر وتمنمية من الزبدة. هنلم الجناب كده علشان تنضرب كلها معنا مصبوط. انا مسرع على الفيديو عشان مش عاوزة بس اطول عليكم. هنحط كده فانيليا. هحط ست كياس من الفانيليا. عندي اه هحط بطين سلان بطين بحالهم. واربع اربعة من سفار البيض. يعني اربعة سفار بس من غير البيض. واتنين بيضة كاملة. وحطيت عليهم ست كياس من الفانيليا. الكل بيضة ايه حطا لها كيس واحد. مضربهم بقى كويس كده برضو بالمضرب تاني. ادي الاربعة حطينا البطين وادة الاربعة السفار. حطوا بقى لايك للفيديو وما تنسوش تشاروا الفيديو كده مع اصحابكم وعلى صفحتك علشان يكون موجود عندك على طول. وهنا اهم خطوة عندنا ان احنا نضيع البيض خالص في الزبدة ونوصل بالخليط كله كده قبل ما نحط الدقيق يكون كل كريمي كده ومزبوط يعني وتمام لان بعد كده الدقيق مش مش بيحتاج عجم كثير. انا بالم الجناب كده وبضرب تاني بالمضرب. حطينا كل حاجة ما عادش عندنا غير الدقيق والنشا. النشا هنحط تلتمية وعشرين جرام. والدقيق تمنمية جرام. يبقى كده احنا بنعمل كيلو من الكحك ومية وعشرين جرام كمان. آآ من البتفور. كيلو بتفور بالنشا بالدقيق كيلو ومية وعشرين جرام. ده العجين. ده اللي هو الخليط بتاعنا. طبعا بعد ما بيستوه بيديك نتيجة اكتر من كده يعني. والبتفور السناء دي سعره ونور. فانت لو عملتي في البيت وطريقته دي زيها زي المحلات. زي اكبر المحلات مش البتفور العادي كمان. يعني طرقة مصبوطة مية المية تعمالها وانت متطمنة. كده تمام عجلنا الدقيق والنشا. جبنا بقى البلبلة. وجبنا الكيس الحلواني. وهنحط كده في الكيس. آآ جبنا البلبلة بالشكل اللي احنا البنت يتفضليه يعني. دي اللي موجودة عندي. وقدتنا شكل حلوه في النهاية يعني. حطيت شوية من العجينة وهجرب آآ تلات ا اربعة كده. بصوا بقى احنا بنعمل ايه? بنجيب صنية كده. ونحط فيها تلاتة اربعة. وندخلهم الفرن. طبعا مسخنين الفرن من قبلها بربع ساعة. وبندخلهم. لو لقيت البتفورة معايا فرشت. والرسمة بتاعتها راحت. يبقى كده محتاج معلقتين مسلا دقيق تلاتة على حسب. آآ لو لقيتها الرسمة مزبوطة ومفرش معايا يبقى كده تمام وهكمل على نفس الوضع. طبعا انا حطيتهم في الفرن ومشتغلتش تاني غير لما لقيتها الرسمة طالعة مزبوطة. هكده هامشي على نفس الخطوات مش هزود دقيق. والصبر الوردة دي شكلها حلوة قوي. فخلنا نعمل منها شوية. لو انت لسه معايا في الفيديو حطي لايك للفيديو ده. هنعمل بقى شكل الموزة. يعني غيري في الاشكال زي ما انت عايز. لو مش عاجبك الشكل ده. خليك على الشكل الوردات. هخلص بقى الكمية كلها ونرجع مع بعض تاني بعد ما نسوي البيتفور. ده كده شكله بعد ما طلع من الفرن. آآ لازم تطلعي باللون ده. يعني لا يكون آآ احمر قوي ولا يكون فاتح. ده لونه كده مزبوط. الكيلو البيتفور. الكيلو دي عمل معانا كمية زي ما انت شايفاها عالطبيعة. حاجة تحفة. آآ تدخل لها في اتنين كيلو زيادة. حطوا بقى لايك للفيديو وندخل على البسكوت. يلا نشوف مقديره. هتبقى معانا ازاي? اول حاجة عندي السمنة. وعندي سكر وعندي بقى كل المقدير. هنقولها واحدة واحدة كده واشنا بنويه? واشنا شغاليه. البودر والفانيليا والرحة البسكوت آآ آآ الاسانس. كل حاجة موجودة. فدلوقت نبدأ بقى كده السمنة عندي ستمائة وسبعين جرام. والسكر البودر آآ ستمائة واربعين جرام. السكر مطحون. والسمنة زي ما انت شايفينها كده سقعة. وحطت عليهم رشة ملح. عندي بقى اللبن آآ هحط عليه معلقتين من النشادر. عندي اللبن مئة وستين جرام. حطيت نصفهم بس بتمنين جرام. حطت عليهم النشادر. وانا كنت قلت لك قبل كده في الفيديو بتاع البسكوت ان النشادر كده جات كتيرة. فانت هتحط معلقة واحدة على الاتنين كيلو الدقيق. معلقة واحدة كبيرة من النشادر. او لو هتجيبوهم بالميزان هم عشرين جرام. لاتنين كيلو كل كل كيلو لوح آآ عشرة جرام نشادر. هنضرب السمنة مع السكر كويس. آآ لحد ما بقى كرينة زي كده هنزل بقى بتمن بيضات هنزل بهم واحدة واحدة. انا ضفت عليهم دلوقتي كده اصانس البرتقان ازازة. وكيس من التنج برتقان. والفانيليا. حطيت آآ ست اكياس. ونكمل بقى كده وننزل بالبيض واحدة واحدة. دوس لو عندك فانيليا اللي هي آآ بوضر اللي بتيجي بالعلبة كده هتحط معلقة صغيرة. نزلنا باللبن بقى اللي هو فيه النشادر واحدة واحدة. دولات قلتلكم ثمانين جرام. اول ما بننزل بالنشادر بنلاقي كده بنفس ان في فوران في العجينة. ده من النشادر اللي هي الامونيا. كده تمام. عندنا بقى اتنين كيلو من الدقيق هضيف عليهم كيس ونص من البيكنج بوضر. كيس اللي هو آآ ستاشر جرام. يعني هنحط عشرين جرام. للاتنين كيلو برضو كل كيلو عشرة جرام. يبقى كده حطينا نشادر عشرة جرام لكل كيلو. يبقى حطينا للاتنين كيلو عشرين جرام. والبيكنج بوضر زي النشادر برضو عشرين. دي كده المواد الرفعة بتاعة البسكوت. هننزل بقى بالدقيق والآآ وحطيت بقى شوية فانتا اللي هما التمانين جرام بس انا محطيتهمش كلهم يعني حطيت حوالي نصفهم بس كده. هننزل بقى بالدقيق والبسكوت ما بيحتاجش عجن يا دوب بندخل الدقيق في العجينة في المكونات اللي هي اللي استيلة بس يعني كده ما بنعجنش بنطبقه بس انا ركنت شوية دقيق كده على جنب هلم بهم العجينة في الآخر. حطينا بقى الشوية تديه الاخارة دولت علشان نلم بهم العجينة كده. والفرن برضو عندنا شغال. لازم تشغل الفرن من قبلها بعشر دقايق ولا ربع ساعة علشان يحمى كويس كده يقوم يطلع معاك سوى الحاجة مزبوط. بنشغل البسكوت زي حرارة الكيكة على حوالي مئة وسبعين. آآ وبنسويه على الشبكة ما ينفعش يستويه خالص على ارضية الفرن. لحد كده تمام خلاص عجلنا البسكوت. هاركنه عشر دقايق في التلاجة. هغطيه كده. واركنه عشر دقايق في التلاجة. على ما انصب الماكنة. وامسح السجان بالزيت. والبسكوت لازم ندهن له السجان عشان بيلزق. وكده تمام. ونقول الماكنة خلاص. زبطناها. وننطلع بقى العجينة ونشتغل كده ونقطع في البسكوت. والفرن زي ما قلت لكم على مية وسبعين. آآ على الشبكة هنسوي البسكوت. بناخد البسكوتة كده على قدينا علشان ما تآ هي هي العجينة حلوة ان ما بتكسرش ونبتنهريش. هنعمل آآ كم صاد كده نقطعهم مع بعض وبعد كده هسوي وبعد كده رجع لكم بعد ما الحاجة تستوي. ازا حسيت ان الفرمة دي عريضة ومش عجباكي بتضيق الفرمة شوية بس بنفس الفرمة دي. بتتخرها شوية كده بتضيق معيك وبتصغر الصابعة. زي ما هتشاه معي دلوقتي. انا كده هي نفس اللي احنا كنا بنعمل بيها بس زقيتها شوية كده. فطلعت معي الصابع رفاية. كده بقى نسوي البسكوت ونشوفه بعد ما يطلع معانا من الفرن شاكله وعمل ازاي? وعمل معانا كمية قد ايه? دولة اتنين كيلو من الدقيق. نشوفهم الكمية اللي طلعوها معانا قد ايه? بصوص نية الاكل الكبيرة دي مليانة من البسكوت. اتنين كيلو وعملوا معانا كمية وحفا. خط بقى لايك للفيديو وندخل على الكحك. اول حاجة بحمص في الطاسة كده معلقة من المحلب. ده بيجي من عند العطار. ده ريحة الكحك. هو ملوش ريحة قد كده بس هو ده بينضاف اه من روايح الكحك. حمصه تحميصة خفيفة وما ينفعش تحمصه بالزيادة عشان بيمرر. اه هنحط بقى كوباية من السمسم. وحمصها برضه انا بجيبه نية كده علشان يبقى نظيف. وبين معايا لو في اي حصوية ولا اي حاجة تبقى بيبينها فيه. فبحب اجيبه ابيض كده وحمصه عندي ما بيخدش دقيقتين تلاتة. حد كده تمام. حمصنا المحلب وحمصنا كمان السمسك. نركنهم على جنب ونجهز العجوة بتاعتنا. العجوة انا بجيبها زي ما هي كده وبضف لها معلقة سامنة بلدي ونص كباية من المياه وبحطهم على النار كده يتفككوا. لو انت حابة تعملها برضه من غير ما تفككها كده تنفع برضه. بس انا بحب اتفككها زي كده وبضف لها معلقة سامنة بلدي. بهرسة البطاطس وبهرسها. وانشيل بقى الهرسة كده ننفضها وهشوح العجوة على النار لحد ما المياه تروح منها خالص. هنشافها داني. وما تخافوش مش هتنشاف معاكم. كده تمام خلصنا كمان العجوة. هنغلي بقى تمنمية جرام من اللبن. احنا هنعمل تلاتة كيلو من الكحك. عندي طبق حطيت فيه المية اللبن بالمية تمنمية جرام. دولت متين جرام من المية واللبن ستمية. حطيت عليهم كسين من الخميرة الفورية. وحطيت عليهم بكل كيلو معلقتين من السكر. او كله نص كبات سكر. نص كبات سكر وكسين من الخميرة الفورية. وحطتهم كده في المية وهاركنهم على جنب لما يخمروا. نجيب بقى حاجة نعجن فيها. هحط تلاتة كيلو دقيق. وكبات السمسم المتحمص. وكيس من البيكنج بودر. البودر ده عشرين جرام. ومعلقة المحلب بعد ما تحنتها. نخلاها وتحنتها ونخلتها. ونص معلقة صغيرة ملح. هنقلب كل المكونات في بعضها وانا ضفت الملح ضفت على اللبن عشان يدوب. والسمنة بقى تلاتة كيلو هنحط لهم كيلو ونص من السمنة. تلاتة كيلو. كل كيلو بياخد نص كيلو سمنة بالزبط. يعني دولة تزادوا خمسين جرام يعني كيلو ونص وخمسين جرام. بس كل كيلو هو بياخد نص آآ كل كيلو دي له نص كيلو سمنة. تلاتة كيلو حطتهم كيلو ونص. واحنا عملنا الكحك على البارد. فالسمنة زي ما هي من العلبة كده بطلعها وبحطها على الديق على طول. لو انت عاملة كمية كبيرة اعماليها على السخن. اللي هي بتاداحي فيها السمنة وبقد فيها على الدقيق بتلاقي بقى ايه? دي بتقعد معيك فترة اه طويلة. هنبس بقى العجينة كويس. السمنة بالديق لازم يبس بطريقة حلوة كده لحد ما تبقى معاك العجينة طريقة خالص لكنها مش محتاجة ينضف لها حاجة. دي خطوة مهمة جدا في عماية الكحك اهم حاجة هو البس. كل ما هتبس فيه هيطلع معاك ناعي. احنا لسه ما ضفناش اي حاجة وزي ما انتو شايفين كده العجينة بتنعم معانا كل ما بنبس فيها. برضو شوفوا بقت عجينة خالص اهي وما ضفناش لها اي حاجة. نيجي بقى على الخميرة والسكر ضفناهم وهنضف اللبن واحدة واحدة. والخامرة كانت رفعت معانا وفارت. هنضف اللبن واحدة واحدة كده ونعجن ونبس فيها تاني. وما تحاولوش تكتروا لبن عن كده علشان كل ما بيكتر آآ كل ما المواد السيلة بتزيد الكحك بينشف معانا. ان حسيت ان العجينة بعد ما عملتيها باللبن والمية جابسة معاك وجامدة كده بس فيها اكتر. وهي هتطرى معاك تاني. دعوني اعجابه 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 دلوقتي انا دفت كده كمية اللبن. والعجينة هتشرب كل اللبن ده. حت لايك لو انت لسه معايا. احنا خلاص كده عجلناها. هنركينها بقى على جنبي كده. ونغطيها بمشمع او هاتي كس نيلون كده من اللي عندك وغطيها علشان ما تنشفش معنا واحنا شغالين فيها على ما نخلص. وعند العجوة وعند الملبن نجهز بقى الملبن. كده العجوة زي ما انت شايفينها جاهزة. هنقطع بقى الملبن كده وبتجيبي شوية من النشا. وترشيهم او الدقيق يعني شاق او دقيق. وترشيهم زي كده وتقطع الملبن. زي ما قلنا الكحكة بيحتاج ايادي كتير كده. وانا جمعت الكل. وكل بدأ يعمل معايا في الكحك. وبقطع لهم بقى العجينة كده قطع صغيرة على قد ما انا عاوزك كحكاية. علشان كلها تبقى قد بعضها. هنعمل بالملبن وهنعمل بالعجوة وهنعمل شوية سادي. بصوا بسرعة خلصنا ازاي? في ثانية ما اخدناش وقت. وسوناه على درجة حرارة متين على الشبكة. وده كان شكله في النهاية دايب خالص وحاجة تحفى. ما تنسوش بقى تحطوا لايك للفيديو واشوفك على خير في فيديو تاني والسلام عليكم.